تجاذبات سياسية تصبق مفوضات جناف السورية الأسبوع المقبل والهدنة السورية تترنح على وقع الخرقات الميدانية من جميع الأطراف أما مصير المحادثات في ظل كل هذه التطورات الميدانية الخطيرة التي سنتحدث عنها فيبقى مجهولا على رغم من تأكيد المبعوث الأممي على انعقادها في موعدها هل المباحثات السياسية على المحك؟ هل الحل العسكري أصبح أمرا واقعا الآن لحل الأزمة السورية؟ ضيوفة في النقاش من دمشق الكاتب والباحث السياسي الدكتور أسامة دانورة وننتظر أن يجهز الاتصال معنا من لندن الإعلامي والمحلل السياسي السيد غسان إبراهيم نبدأ النقاش مع السيد دانورة يهلا بك معنا يعني صراحة تطورات خطيرة ميدانية على الأرض يهلا نبدأ بالتطور الأخير ألا وهو تأكيد من خلال وكالة سنة السورية الرسمية بأن إسقاط الطائرة السورية من قبل جبهة النصر وأنصارها كان بصاروخ أرض جو ما دللت ذلك من وجهة نظرك؟ طبعا قد يكون من المبكر الاستنتاج بأن هناك تزويد لأنواع متقدمة من صواريخ أرض جو أو ما يسمى بالمانباد الأنظمة المحمولة على الكتف هناك طبعا أنواع متقادمة موجودة في سوق السلاح الدولية السوداء مثل سام سبعة ومثل ريد آي الأمريكي وهذه قد تصيب أحيانا بالصدفة هي غير عملية في إطار إسقاط الطائرات ولكنها عمليا تشكل إزعاجا للطائرات وقد تسقط طياران أحيانا لماذا أستبعد أن تكون هناك أنواع متقدمة؟ مع أني لا أستطيع نفي هذا الاحتمال بشكل كامل لأن وجود هذه الأنواع المتقدمة مثل ستينجر الأمريكي أو جافلين البريطاني أو الاربي اس السويدي إلى ما هناك من هذه الأجيال المتطورة هو يمثل خطرا داهما على حركة الطيران التجاري في المنطقة وفي العالم عمليا يعني إذا كانت جبهة النصرة تمتلك مثلا صواريخ من هذا النوع المتطور فعلينا أن نتوقع في أي وقت من الأوقات أن تكون هناك إسقاط لرحلات تجارية في حوض المتوسط أو في أوروبا أو في أي مكان قد تعبره طائرات تجارية من دول مستهدفة من قبل المجموعات الإرهابية طبعا هذه ستكون جريمة كبرى من قبل الطرف الذي زود أطراف غير منضبطة أطراف إرهابية تجاهر بعدائها للحضارة الإنسانية بمثل هذا النوع من السلاح الخطير الذي قد يقضي في سواني على مئات الأبرياء والمدنيين لذلك لربما يكون إسقاط هذه الطائرة تم في لحظة مؤاتية لاستخدام الأجيال الأقدم مثل لحظة الأقلاع أو الهبوط ولكن عمليا علينا أن ندرك أيضا أن إذا كانت هناك أطراف إقليمية أقدمت على مثل هذه الجريمة فهي عمليا عليها أن تتوقع أنها يجب أن تلاقي ردا على نفس الإطار يعني هناك السعودية متورطة في حرب وتركيا متورطة في حرب ولذلك عليها أن لا تستسهل هذا الموضوع لأن انعكاساته عسكريا عليها قد تكون أكبر من انعكاساته هناك خطورة بمكان صراحة في حال كان هناك تسليح نضم إلينا الآن السيد غسان إبراهيم دعنا نأخذ برأيه حول هذه النقطة أهلا بك سيد إبراهيم نتحدث في البداية عن التطور الميداني على الأرض يعني ما قامت به جبهة النصرة بإسقاط طائرة هي الثانية خلال شهر وهذه المرة التأكيد من قبل وكالة سنة السورية وأيضا من قبل جبهة النصرة وأتباعها بأنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو من أين حصلت جبهة النصرة من وجهة نظرك على هذا السلاح الذي حاولت عدة دول إقليمية أن تدعم المعارضة المسلحة به وكانت الولايات المتحدة حتى الأمس على الأقل ترفض هذا الموضوع يعني حقيقة أولا ليست جبهة النصرة من أسقطت هذه الطائرة بل من قامت بذلك وفق بيان رسمي من حركة أحرار الشام هي من قامت بذلك قصفت هذه الطائرة فسقطت في المنطقة التي تتواجد بها جبهة النصرة وقامت باعتقال مجرم الحرب طائر الطائرة يعني أنا سمعت جزء من كلام ضيفكي من دمشق شعرت وكأنه يتحدث عن نظام حمامة سلام يتحدث عن باقي الأنظمة وكأنها مجرمة ونظامه نظام حمامة سلام في الواقع أن هذه الطائرة كانت متجهة لارتكاب عملية حرب عملية بشكل أو بآخر جريمة حرب ضد الشعب السوري هذه الطائرة لم يتم إسقاطها في مطارها أو في مدرجاتها بل كانت أثناء تحليقها في الأجواء المناطق المعارضة لتقصف المناطق المدنية ليقوموا بمجازر كما قاموا بمجزرة في دير العصافير عندما قتلوا الأطفال أثناء الهدنة وعندما أسببوا بموت الكثير بسبب الجوع في مضايا هذه الطائرة تتكب جريمة بحق الشعب السوري بحرار من رئيسها نعم ولكن سيد إبراهيم اللافت الآن هو موضوع أعطاء هذا السلاح الذي منع منذ فترة على المعارضة المسلحة في سوريا يعني يتواجد الآن بيدها هنا يطرح عدة أسئلة وهنا كما يقول بأن الخطورة الآن تكمن في حال يعني تواجد هذا السلاح بالأيد الخطأ أو تواجد على صعيد جبات النصر أحرار الشام وغيرها أيضا ماذا يعني ذلك بالنسبة لقوى يعني موازين القوى على الأرض ماذا يعني ذلك بالنسبة لعمليات الميدانية على الأرض لننتقل لاحقا أنا وأنتم إلى العملية السياسية التي ما زالت الأمم المتحدة تتحدث عنها هنا النقطة نعم في حال حقا كانت هذه الأسلحة المتطورة موجودة بيد المعارضة فلن تسلم إلا لأطراف ملتزمة بالتأكيد جبات النصر منظمة إرهابية مثلها مثل حزب الله مثلها مثل ميليشيات يعني خامنئي التي تقاتل في سوريا هذه السلاح المتطور إن سلمت سوف تسلم لفصائل الجيش السوري الحر أو لفصائل معتدلة لترسل رسالتين رسالة الإيران التي تتبجح عنها أرسلت فرق عسكرية لتقاتل الشعب السوري ورسالة لنظام الأسد أن هناك شيء اسمه هدنة فطائراتك لا يوجد لها أي حق لأن تتواجد في الأجواء السورية وبالتالي أن ترقد في هناكيرها وفي مقراتها وليس لأن تقصف الشعب السوري وأنها تجرأت لتخرق الهدنة هناك من يردعها هي رسالة مزدوجة لمجرم حرب اسمه بشار الأسد ولهناك الإرهابي اسمه خامنئي ونظامه الذي يعتدي على الشعب السوري هذا من الناحية العسكرية هذا من الناحية العسكرية نبقى مع الناحية العسكرية في هذا الشق سيد دانورة أيضا يعني أعلان غرفة عمليات مشتركة لتحرير حلب وأيضا الوعيد بفتح نيران جهنم على جبهة النصرة وأدبعها هل هو رد على أسقاط الطائرة وفي النهاية أصبحنا نتحدث عن حل عسكري 100% نتحدث عن تغير الوضع ميدانيا ماذا يعني ذلك للهدنة؟ أولا خطاب ضيفك هو من ضمن خطاب المجموعات الداعمة للإرهاب والصحفيين المرتزقة الذين تعودوا عمليا نبتعد عن ذلك سيد دانورة لكل منكم أنا قلت جبهة النصرة أنا قلت جبهة النصرة إرهابية مثل نظام الأساس اسمعوني لو سمحتم لن ندخل في هذه المتهات لكل منكم موقف لا لكل منكم موقف دعونا ندخل في صلب الموضوع سيد دانورة لن أسمح بذلك من قبل سيد دانورة اسمعوني لو سمحتم سيد دانورة الإعلان إعلان قيادة إعلان غرفة عمليات مشتركة لتحرير حلب سيد دانورة سيد دانورة نعود الإحترام موجود لكم جميعا تشاهدون هذه أخلاق الأساس غرفة عمليات مشتركة لتحرير حلب وفتح نار هنب لأعلى جبهة النصرة وأتباعها يعني ماذا يعني ذلك للهدن على الأرض لو سمحتم لا يمكن لا يمكن فصل أحرار الشام الإرهابي عن النصرة الإرهابي هذا تجاهل للحقائق جيش الفتح يضم الطرفين من يخدعون بهذا الكلام جيش الفتح هو وفيه أحرار الشام وجبهة النصرة يقاتلان تحت عمل أعلام واحد وتحت قيادة واحدة وبتنسيق كامل ويرتكبون جرائم قبل أن يتحدث عن جرائم مزعومة ورفت عمليات مشتركة لتحرير حلب لا إحدى الإرهاب طويلة وكل دولة لديها تعريف لإرهابيين لا أعلن لحظة أريد أن أفهم من سيدة نورة أعلان قيادة مشتركة ماذا يعني؟ يوصف جبهة النصرة وهي الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في بلاد الشام هذه لا يوجد خلاف على أنها إرهابية وهي في جيش الفتحية وأسرار الشام خير واحد هذا نفهمه لا أحد يتجاوزه هناك تطور يا عزيزي هناك تطور الآن على الأرض عندما قوات النظام السوري تقول بأن هناك غرفة عمليات مشتركة من قبل قوات النظام السوري من قبل روسيا من قبل حزب الله من قبل إيران لفتح نار جهنم هذا أيضا عبارة عن تصعيد وتطور من هنا أنا أسألك كتحليل ماذا يعني ذلك للهدنة؟ هل انتهت الهدنة والآن الحل هو عسكري؟ هذا هو سؤالي فقط أفضل نحن نتحدث نخاطب رائعا كلمة النظام هي كلمة غير دقيقة بالمصطلح السياسي هناك عندك شيء اسمه سيستيم ورجيم عن أي نظام تتحدثين؟ هل هو سيستيم سياسي أتحدث عن إعلان غرفة عمليات مشتركة؟ أعطي إلى النقطة رجاء هذا المصطلح مصطلح النظام هو أساساً نطق أو نختلف ولكن أريد أن أتفق معك حول التطور إعلان غرفة عمليات مشتركة الله يخليك جوابني ماذا يعني ذلك بالنسبة للعمليات العسكرية على الأرض؟ تحليل منك لو سمحت طبعاً من الواضح من الواضح سيدتي الكريمة أن هذه التنظيمات الإرهابية شعرت بالفزع بعد تحرير تدمر من تنظيم داعش ما لا يمكن إنكاره أنها تشعر بأن داعش سواء جاهرت بالعلاقة معه أو سترت هذه العلاقة هو قيمة مضافة للموقف السياسي للمجموعات الإرهابية الأخرى التي تحاول أن تظهر معتدلة وهو قيمة مضافة للموقف السياسي لما يسمى بوفد الرياض ووفد الهيئة العليا التفاوضية ولذلك عندما رأى هؤلاء أن تنظيم داعش في طريقه للاندحار على الساحة السورية وعلى الساحة العراقية قرعوا أجراس الخطر وقاموا بخرق الهدنة وطبعاً أستبق تعليق متوقع خرق الهدنة هو خرق لوقف الأعمال العدائية هو قيام بهجوم أما خرق وقف إطلاق النار فهو لم يحدث أساساً كان هناك خرق دائم من قبل المعارضة كل يوم وهناك ردود من الدولة من الجيش السوري وما يسمعنا الآن هل هو منطقي نتحدث عن خرق وقف العمليات القتالية بمعنى شن هجوم قامت به المعارضة الموجودة في حلب على أساس أو بعد أن تم تحرير تيدمور وهو لا يمكن تفسيره إلا شعور بخطر سقوط تنظيم داعش الإرهاب هناك خرق من عدة جبهات يعني معظم الأطراف المعنية بهذه الأزمة تخرق هذه الهدنة أريد أن أكمل الحديث من هنا وأرجو أن تلتزم معي سيد إبراهيم بالسؤال لو سمحت عندما نتحدث عن حل سياسي عندما نتحدث عن مباحثات عندما نتحدث عن تأكيد أممي أن المفاوضات في جناب المرحلة الثالثة منها ستكون في الحادي عشر من الشهر الجاري أليس هناك تناقض بين ما يجري ميدانيا على الأرض وما يجري أيضا سياسيا يعني سيد ديمستورة موجود في روسيا الآن ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ بالتأكيد بالتأكيد هذا النظام يخترق هذه الهدنة الدليل أن طائراته تحلق في الجو والضرير أنه لا زال يرتكب مجازر الحرب بحق الشعب السوري الدليل أن هذا النظام لا زال يتحدث باللغة الإقصائية شاهدي معي عندما ذكره سماه وفد المعارضة سماه وفد الرياض يعني من حق المعارضة أن تقول أن وفد بشار الجعفري هو وفد إيران يعني علينا أن نتكلم إن كنا نريد خدمة الشعب السوري أن نتكلم بواقعية أن نصف أحرار الشام بأنها إرهابية من حال سياسي؟ بشار الجعفري يتحاور مع الإرهابيين بمعنى آخر هذه اللغة الإقصائية هذه اللغة الإقصائية يعني أنتم لا تخدموني أريد أن أحلل فقط لا طبعا أنا لا أتهم بشكل شخصي كيف نترجم ذلك سياسيا الآن؟ عفوة أنا أجيب على السؤال أجيب على هذا السؤال أنا أجيب على السؤال بشكل واضح أن أراد السوريون إيجاد حل حقيقي فلابد من تقديم التزامات يعني تناسب سوريا يعني أما التشبس بوراء شخص واحد دمر البلاد بعد خمس سنوات لا زالوا يصرين على بقاء الأسد ونشاهد بعد أن تم تسريب وثائق بنما وأكدت أن بشار الأسد ورامي مخلوف ومحمد مخلوف وهذه العائلتين هربوا أموال كثيرة على حساب الشعب السوري وبنفس الوقت نشاهد في أيسلندا مثلا عندما ذكر رئيس الوزراء تم استقالته بعد ساعات بينما بشار الأسد بعد أن تدمرت هذه البلاد أجبني لو سمحت في الحادي عشر من الشهر المقبل هل سيكون هناك مباحثات سياسية سيد إبراهيم؟ في الحادي عشر من الشهر الجاري هل سيكون هناك مباحثات سياسية؟ المعارضة ملتزمة بالحل السياسي ملتزمة بإنقاذ ما تبقى من سوريا سوف تذهب لتفاوض من أجل إقامة هيئة حكم انتقالية تستلم كل الصلاحيات الدستورية والصلاحيات التنفيذية وتصبح مسؤولة عن الأمن والجيش وتحمي سوريا وتؤدي إلى مرحلة انتقالية تصبح فيها سوريا بعيدة عن الحرب تنتقل إلى مرحلة إعادة الإعمار هذا مشروع سوريا بنظر المعارضة بين الأسف مشروع يضامه واستحضار إذن المعارضة من وجهة نظرك ستتجه إلى جناف في الحادي عشر من الشهر الجاري السؤال الآن للسيدة نورة والتزم أيضا معي لو سمحت عندما نقول بأن المحادثات سوف تكون في الحادي عشر من الشهر الجاري وفقا للمعطيات الجديدة الآن على الأرض هل تعتقد بأن وفد الرسم السوري الذي يقضه سيد بشار الجعفري سوف يحزم حقابه ويذهب إلى جناف في الحادي عشر من سبتمبر في الحادي عشر عفوا من الشهر الجاري أم ماذا كتحليل من حضرتك طبعا طبعا سيذهب ولكن طبعا أحلام اليقظة التي يتحدث فيها وهذه النوستالجيا التي يتحدث فيها هذا الحنين إلى الماضي الذي اندثر من أول عام عفوا لا أسمح له أن يوجه شيء بشكل سخصي رجاء لا تقطعني لا تقطعني أنا لست في ورد مهاترات يعني هذا ليس بحوار لحظة لو سمحتم الاحترام واجب على شاشتنا لو سمحتمنا نلتزم بالحوار هناك مشاهد يتابعكما ويريد تحليل أنت ألتزم معي وأيضا سيد إبراهيم ألتزموا معي ولألا يعني لا يوجد حوار بيننا أريد أن أفهم ماذا يعني الحل السياسي الآن في ظل المعطيات على الأرض من لم يغير خطابه خلال خمس سنوات من عمر الأزمة عليه لو كان حريصا على الدم السوري أن ينظر إلى نفسه في المرآة لو كان هناك حرص على استمرار الدولة السورية على وقف المجازر التي يرتكبها الإرهابيون بحق الشعب السوري لكان هؤلاء غيروا ولو ملي واحد من خطابهم السياسي ولكنهم يعودون نفس الأسطوانات المشروحة التي بدأوا فيها عندما كانوا يعاولون على الضربة الأمريكية وعندما كانوا يعاولون على الدعم الإسرائيلي وتاليا أريد أن أسأله يعني هو لم يلاحظ رعاته في السعودية كم جاءت الحديث عن سرواتها من الملك سلمان وغير ملك سلمان يعني عن ماذا يتحدث عن السروات نعود إلى الحوار وإلا نوقف الحوار أريد تحليل أريد تحليل سيد إبراهيم أريد تحليل سيد دانورة أريد تحليل لو سمحتوا بي يعني لديكم مشاهد يتابعكم الآن ولو سيد إبراهيم اسمح لي أن أسألك اسمح لي أن أسألك الآن التزيق معي تضيعها في وقت المشاهد والله بحيت صوتي سيد إبراهيم اسمح لي أن أسألك الآن في حال الهدنة انتهت هناك خرقات من عدة أطراف كل طرف لديه وجهة نظر ماذا يعني هذا التصعيد الميداني على الأرض ما خطورة الموقف الآن من وجهة نظرك التحليلية لو سمحت دون اتهامات فقط اشرح لي ماذا يعني ذلك على الأرض سيد إبراهيم طبعا أنا طبعا لا أوجه أي اتهامات لأحد وأطالب أن يكون الحوار بناء دون شخصنا من أي طرف بل أن نتحدث عن الموضوع بجوهرية المعارضة ملتزمة بالحل السياسي المعارضة تخاول الابتعاد عن أي تصعيد المعارضة لا ترد إلا في حال التهجم عليها نعم نعم والمعارضة ميدانيا الآن تهاجم داعش في الشمال وتهاجم داعش في الجنوب وتهاجم الأطراف المتشددة الإرهابية سواء كانت من داعش أو كانت من حزب الله وهمها مصلحة سوريا قدمت تنازلات كثيرة المعارضة قالت أنها مستعدة للخوض بتفاوض جاد من إنقاذ سوريا ولكن من هو ما تشبس بأرأيه هو بشار الأسد هم لا زالوا مصرين يقولون الأسد أو نحرق البلد فمن هو الذي حريص على سوريا المعارضة تضع سوريا فوق رؤوسها بينما مؤيدون نظام الأمر لا يتوقف فقط على المعارضة وعلى دمشق الأمر يتعلق بأيضا دول دولية كروسيا وأيضا الولايات المتحدة ودول إقليمية وهي أيضا من تحدد يعني من هنا سؤال أيضا لسيد دنورة أنا شخصيا سمعت طبعا سيد دنورة السؤال لك لو سمحت هل من تغير في الأخبار الواردة عن الدستور السوري الجديد سأعود إليك عن الدستور السوري الجديد المزمع أعداده من قبل الروس والأمريكيين هل من تغير في هذا الموضوع هل من جديد يعني حسب المعلومات المتوفرة لديك لكي نعلم ما الذي سيتم التباحث يعني به في الحادي عشر من الشهر الجاري في حال كما تقول وكما يقول السيد إبراهيم وفد المعارضة والوفد أيضا دمشق سوف يتوجدني هناك على ماذا سيتم التباحث سيدتي لا يوجد إقرار لأي دستور أو تشاور حول دستور من قبل أطراف خارجية القرار 2254 يحدد وجود حكومة انتقالية أو حكم انتقالي يقوم بإعداد مسودة لدستور جديد تنال الموافقة في الاستفتاء السوري لعل استفتاء الشعب السوري لعل هذا هو الفرق الأساسي بين الحكومة السورية التي تريد إحالة الأمر برمته إلى الشعب السوري وبينما يسمى بالمعارضة التي طبعا ليس كل المعارضة تعليقا على ما ذكره يعني أي معارضة عن أي معارضة معارضة الرياض هي تسمي حالة اللجنة العليا حتى كلمة اللجنة العليا هي مشتقة من اللجنة العليا لتطوير الرياضة ومصطلحات سعودية 100% ما الذي سيتم التباحث به في جناف الجولة الثالثة من وجهة نظر ما هي المقاطة الأساسية لا توجد معارضة واحدة توجد معارضات ورفض معارضة موسكو فهي التي تمارس الأقصاء يعني المعارضة هي نموذج لحكومة ظلم هي تطرح نفسها كبديل في أي نظام سياسي تطرح نفسها كبديل عن الحكومة الموجودة عندما تمارس الأقصاء بحق باقي المعارضات فهي تبشر بسلوك استبدادي تريد أن تبارسه لحقا هي أقصد معارضة القاهرة أقصد معارضة موسكو ماذا في جعبة وفد دمشق في جناب ثلاثة يا سيد أبدا ماذا في جعبة صفاء إليك سيد إبراهيم انتظرني قليلا انتظرني قليلا سيد دنورة ماذا في جعبات وفد دمشق هل بإمكانك أن تلخص لي ولو باختصار فقط للمجاهد ما الذي سيتم التباحث به يعني الأسبوع المقبل في ظل هذه التطورات الميدانية باختصار شديد ببساطة بكل تأكيد ما سيتم التباحث به هو ما جاء في قرارات الشرعية الدولية ولكن عمليا قرارات الشرعية الدولية التي فيها بيان فيينا الأول والثاني تنفي وجود هي تؤكد على علمانية الدولة وبالتالي الإرهابيين ذوي الليحة عليهم أن يبعدوا المتاجرين بالدين عليهم أن يبعدوا عن هذه المحادثات ثانيا هي تؤكد على الوحدة الوطنية وعدم التدخل الخارجي وبالتالي لا تأثير من الرياض ولا من غير الرياض ينسجم هذه المحادثات الوفد الحكومي السوري سيذهب بإرادة المفتحة لمناقشة تطبيق القرارات الدولية وهو ليس لديه أي شروط مسبقة في حيث أن شروط المسبقة لا تزال توضع من قبل ما يسمى معارضة الرياض فيما يتعلق بمستقبل هذه النقطة الأساسية عدنا إلى المربع الأول سيد إبراهيم السؤال لك لو سمحت هذه النقطة هي جدا أساسية لا يوجد حديث هذا غير وارد في القرار 2254 هذه هرتقات المعارضة وأيضا هرتقات الدول الإقليمية والدولية سيد إبراهيم جواب من حضرتك لو سمحت هذه النقطة سيد إبراهيم سيد إبراهيم إجابة لو سمحت مباشرة وبصلب الموضوع حول هذا الموضوع ما الذي سيتم التفاوض به في ظل التطورات بالنسبة لي كما شاهدت عندما يذكر مؤيدو النظام يسمون المعارضة وفد الرياض وفد موسكو يعني من حق المعارضة أن تقول عنهم أنهم وفد إيران أجبني مباشرة حول جنات المرحلة الثالثة نبتعد عن ذلك المعارضة سوف تذهب المعارضة سوف تذهب لتتحدث في جينيف على ثلاثة نقاط وفق الأجندة الدولية ووفق الأجندة التي وضعها السيد ديمستورا هي حكم جديد يمتلك الصلاحيات كاملة بمعنى آخر أصبح بشار بدون أي صلاحية اثنين دستور جديد يحقق انتقال يساعد لمرحلة انتقالية وثلاثة هي تهيئة الأجوال لانتخابات حقيقية جادة برلمانية ورئاسية وليست على نمط الانتخابات التي يجريها النظام التي يسميها انتخابات نجلس الشعب هذه الانتخابات لو كان فعلا النظام جاد من أجل إنقاذ سوريا لأوقف هذه الانتخابات العبثية وقال لنذهب إلى جينيف ونوجد حلا حقيقيا ينقذ السوريين يقيم دولة علمانية نحن نريد دولة علمانية لذلك لها حسن نصر الله وخامنئي يجب أن لا تكون موجودة في سوريا كما أن نصر يجب أن لا تكون موجودة وداعش يجب أن لا تكون موجودة وكل المتطرفون يجب أن لا تكون موجودة ولكن النظام الذي يتبجح بالعلمانية ويجلس في أحضان خامنئي وحسن نصر الله بقيت لدي دقيقة واحدة واتضحت أصورة سيد إبراهيم اتضحت أصورة أريد دقيقة واحدة للسيد دنورة لو سمحت الصورة اتضحت وأنت قلت ما لديك سيد دنورة بالأحرى ثلاثين ثانية والتزم معي إذا بتعمل معروف التطورات الميدانية مع خطورة الوضع الآن. باختصار 30 ثانية. الخطورة هي على داعش الإرهابي وعلى من يعتمد على التحالف مع داعش لتنفيذ ما يريد. هذه هي الخطورة الميدانية وهؤلاء. يعني خليه يحلم. أنا من يضطنه يحلم. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. كنت أتوقع تحليل عميق في هذا الموضوع. أشكركم ضيفي.